وأنا أشيد بمن كانوا سبباً في هذا النصر أشيد بكل الكتائب المسلحة التي تحملت المسؤولية ودخلت هذه المعركة بقوة وكان بسببها أن الله عز وجل كتب لنا النصر كل الكتائب من مدينة الزاوية المجاهدة إلى أبطال كتائب طرابلس إلى تاجورة إلى زليط إلى مصراتة جميعاً كلهم محييهم وأباك جهودهم وأنصحهم أن يراجعوا أنفسهم في الرجوع إلى الله تعالى من لا يصلي يجب عليه أن يقيم صلاته من يشرب الخمور ولا الحشيش ولا كذا يجب أن يكف عن ذلك من يسب الدين يجب عليه فوراً أن يتوب إلى الله من ذلك فإن سب الدين رد وكفر إذا مات جيفته تكون مع الكفر ولا تكون حتى مع المسلمين أناشدهم وأطلب منهم ومن قادة من يعود إلى الله ليحافظوا على ما حققوه وأشيد بصفة خاصة بالقائمين على غرفة العمليات المشتركة الذين أطلقوا الطيراء المسير في الوقت المناسب وقصفوا مواقع العدو وكان الطيراء المسير أثر كبير في حسم المعركة فالطيراء المسير فعال ولذلك غير قواعد اللعبة كما قال العدو نفسه قال عدو نفسه دخول الطيراء المسير يغير قواعد اللعبة وقد غيرها فأنا أشكرهم وأحييهم وأشيد بعملهم وأطلب منهم أن يكونوا دائماً جاهزين متحضرين لكل من يريد أن يعبث بأمن البلد ولا يتسامحوا معه ولابد أن يأخذوا على أيدي كل من شارك في هذه الجريمة هذا أمر لا بد منه إذا أردنا أن نضع حداً لهذه المآسية التي تتكرر علينا من حين إلى آخر